اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومواضيع مثيرة للجدل من قهوة نساء حين يبلغ الجهل والضعف واليأس مبتغى يصل الانسان الى نقطة ضعف يلجأ من خلالها الى اي قشة يتمسك بها لحل مشكلة من مشاكله فيلجأ من وجهة نظره الى السحر والشعوذة ويتمسك بهم لحل هاي المشاكل اللي هو عم يتعرض لها ما هي الاسباب اللجوء في مجتمعاتنا الى السحر والشعوذة وما مظاهر هذا الانحراب في مجتمعاتنا ثم ما هي الاثار الوخيمة التي يفضي اليها الالتجاء الى المشعوذين والسحر وارجعنا لكم من جديد ومعنا اليوم الاستشاري في الطب النفسي الدكتور تامر المصري من رحفي منقول له اهلا وسهلا فيك في قهوة نساء دكتور اهلا وسهلا فيكم ومشاهدينكم وان شاء الله انه نقدر نعطي معلومات تفيد الناس والمشاهدين اليوم موضوعنا عن لماذا بعض الاشخاص في مجتمعاتنا عندها حدوث مشكلة او زي ما بيقولوا منصيبة بيلجأوا للسحر والشعوذة في البداية شو تعريف السحر والشعوذة من منظورك دكتور اول شيء يعني هذا موضوع السحر شائع في مجتمعاتنا وايضا شائع في المجتمعات الغربية المراد بالسحر انه هو يعني محاولة تغطية عمل باطل يراد به اذا شريحة او مجموعة من الناس لاحداث الفرقة والنزاعات والتغيير الاجتماعي والسيكولوجي في بعض الاحيان قد ينجم عن هذه عن السحر يعني للاسف عنا مفاهيم او شيء دينية مغلوطة بهذا الموضوع ومفاهيم اجتماعية ايضا مغلوطة فبالتالي بتلاقي انه موضوع السحر او اللجوء الى المشعوذين والسحرة شائع في مجتمعاتنا بسبب الوازع الديني وبسبب ضعف الوازع الديني بلجأ الناس للسحرة والمشعوذين طب دكتور هلأ احنا يعني منعرف انه الاغلبية اللي دائما اللي بتلجأ لهذا الموضوع هي نسبة كبيرة من النساء ليه برأيك النساء دائما اللي بيروحوا لبالجأوا لهذا الطريق طريق السحر واش عودة اول شيء يعني احنا في مجتمعاتنا في قيود على النساء في بعض يعني ما في حرية في التصرفات وفي الاقوال وفي الافعال بسبب انه بتعرفين مفاهيم الدينية المتزمتة في بعض الاحيان وبسبب المفاهيم الاجتماعية المتزمتة وبسبب المفاهيم العشائرية يعني في كل مقيس الحياة عندنا بتلاقي في بعض الاحيان او شائع انه المرأة تهضم بعض حقوقها بحجة الدين وبحجة المفاهيم الاجتماعية فبالتالي هي تبحث عن طرق للتعبير عن ذاتها او لإيجاد ذاتها او للحفاظ على مكانتها من ضمن هذه الطرق قد تلجأ الى السحرة والمشعوذين لعمل اشياء ممكن في نظرها انه هاي الاشياء قد تحسن مكانتها الاجتماعية مكانتها الزوجية مكانتها المادية فبتلجأ للسحر لانه نمط التعامل مع السحرة والمشعوذين بنمط سري وبنمط خافي وبنمط غير معروف لأطراف معينة ممكن يعني مثلا كزوج او كاخ ممكن انه لو يعرف انه راحت اخته او زوجته للسحر ممكن انه يؤذيها فبالتالي بتلجأ للسحر لانه عندهم انماط السرية او خلنحكي البرائيبسي في هذا الموضوع عالي جدا فطبعا ناتج هذا السلوك بسبب الضغوطات اللي بتتعرضها الانثى بمجتمعنا زي ما حكينا اللي هو الضغوطات الاجتماعية والدينية واشياء كثيرة في المجتمع طب هي بتتعرض لهاي الضغوطات وبتعمل هذا الاشيء بالخفية زي ما انت ذكرت حضرتك مع العلم بتستمر بهذا الاشي مع العلم لو انه لو كشفت راح يصير فيه مشاكل اكبر اه لانها لو لجأت مثلا لخلنحكي الى طبيب او جهة معينة لشرح هذه الضغوطات ممكن يصل الخبر لزوجها لاخوها هاي رقم واحد رقم اثنين احنا عنا اصلا في مجتمعاتنا يعني خلنحكي معظم الناس اللي بلجأوا للسحرة والمشعودين في نسبة كبيرة عندهم يعني بلجأوا للمشعودين بسبب اللي هو المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاسرية فما بفضله يروحوا على المعالج السلوكي او الطبيب النفسي نظرا لانه المفهوم الخاطئ عندنا بالمجتمع انه اي واحد براجع طبيب نفسي او معالج سلوكي فهو مجنون وهاي استقما او اشي بيجذب العار للشخص اللي براجع الطبيب النفسي بينما على العكس انه انا في رأيي انه هاي الطريقة هي الصحيحة وهي المثلة وهي اللي لازم نلجأ لها لانه هاي طريقة علمية وطريقة يعني نوعا ما بدأت تلاقي يعني استحسان من المجتمع اه وما فيها يعني ما فيها اشي خلينا نحكي بالخفاء او بالسر او انه مثلا ممكن ان نعكس سلبا على هاي الانثى او على اسرتها فحكيت لك يعني بلجأوا للسحرة اكثر شي بسبب المفاهيم الخاطئة الموجودة وبسبب اللي هو المفهوم عن الطب النفسي او العلاج السلوكي انه ما براجع الطبيب النفسي او المعالج السلوكي الا شخص اه عفوا يعني مجنون طب دكتور هلأ في بعض الاشخاص مو فهمين انه اه 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 سلة الارتباط بين مثلا الطب النفسي والسحرة هلأ مثلا اه بقول لك ليش انا اروح ع طبيب نفسي لا انا بحل اه مشكلتي بالسحر وهالاشياء يعني شو بدي يفيدني الطبيب النفسي كيف ممكن انك تفهمهم انه لا ان الاشخاص اللي بيرتبطوا بهاي الاعمال اعمال السحر والشعودة انه ممكن ان يحلوا مشاكلهم باللجوء للطب النفسي مش باللجوء للطب لا سوري لا المشعوذ والسحرة اول شي الساحر والمشعوذ هو يوهم الناس انه هو قادر يحل المشاكل وهي يعني سائد يعني مفهوم سائد انه بالمجتمع بينما هو اللابح المشاكل ولا بالعكس بزيد المشاكل اكثر ويوم اسمعنا عن قصص يعني يبكي الواحد لما يسمعها حالات اغتصاب حالات عنف حالات ابتزاز مادي من وراء السحرة فبالتالي انه يعني لازم ان الناس يعني تكون اوعى من هيك بفكرها انا بالجأ لشخص مصرح له ان يمارس هاي المهنة وبطريقة علمية وبطريقة عليها دراسات واختصاص وجد لخدمة المجتمع ولخدمة الناس وفي امراض يعني موجودة وبتنحل عن طريق الاطباء لكن انه تلجأ للساحر من ساحر لساحر وغير الاستنزاف المادي غير الاستنزاف يعني ممكن تستغل الانثى ممكن تستغل من ناحية جنسية من ناحية يعني انه ممكن يمارس عليها الضرب والعنف يعني زي لما شفنا قصص كثير ياما نساء اجوا عندنا على الايادة او بالمستشفيات مضربين ضرب مبرح بسبب انه في اعتقاد انه هذا الساحر او المشعوذ او اكس مهمهم انه هذا فيها جن ولازم نضربه عشان يطلع يعني ما في دليل علمي ولا دليل ديني خلينا نحكي انه بالطريقة هاي يعني يعامل المسحور فالمفهوم الخاطئ عن السحر وكيفية عمل السحر بيخلي الناس زي ما بيحكوا الغريق متعلق بقشة يعني بيخلي الناس يلجأ والله لا الساحر واش ما بده يعمل يعمل فانحنا لانه اصلا مش فاهمين ايش ما هي السحر وشغلة معقدة يعني فبالتالي بدنا نجينا بنلجأ لهالمشعوذين وهالسحرة وبنحاول نوجد الحلول باي طريقة وهنا بيصير الخطأ الفادح من الناس ومن المشعوذين لانهم بيستغلوا ضعاف النفوس اللي بوصلوا لهم زي ما حكينا باشياء كثير دكتور انت ذكرت من الحالات اللي انت كانت عم تلجأ لك حالات اناث يعني كانوا متعرضين لا اختصاب ومن الشخص اللي هم لجأوا اليه مثل الساحر والمشعوذ انت بهاي الحالة شو ممكن انك تساعدهم او كيف ممكن انك انت تحاول انه تخلي هاي المريضة تطلع من المشكلة اللي فيها الان يعني انا يعني هي الامور هاي بتلجأ لكذا خطوات في خطوات ممكن احنا طبعا بتعتمد على يعني ممكن انا كطبيب امارس هاي الخطوات على حسب مفاهيم القانون وعلى حسب مفاهيم الاجتماعية الان مثلا في بعض الدول انا مثلا لو بالطب النفسي انا مصرح لاني ابلغ في حالة زي هيك انه ابلغ عن الشخص اللي اللي عمل هاي الجريمة اللي هو الساحرة بس بتلاقي هناك في رفض من المريضة اذا صار الرفض هنا هنا يرجع لأسباب كثيرة يعني ما انا حكيت لك انه حسب المفاهيم الاجتماعية هلا ممكن باوروبا او بدول اخرى ممكن اه انه اوكي نحاول تكاتش هالشخص هذا فبنلجأ للامور القانونية لكن احنا هنا انا برجعلك انه بدولنا العربية نعم بصير الرفض لمفاهيم اجتماعية ومفاهيم انه خلاص يعني احنا بدنا نستر على الموضوع ونلم الموضوع فبنلجأ للعلاج اللي هو عادة السلوكي لانه هاي انثى يعني مصدومة وانثى مورس في حقها شيء خارج عن ارادتها فبعادة بيجوا عندهم اكتئاب بيجي عندهم قلق بيجي عندهم رهاب بيجي عندهم ممكن يوصل لمرحلة اللي هو الاعراض الذهانية فبنحاول نحلل المشكلة ايش هي وبناء على الوضع النفسي اللي بتيجينا فيه نعطي ممكن نعطي ادوية وممكن نمارس اللي هو العلاج السلوكي المعرفي ونخفف من وقع هاي المشكلة اللي اللي اصيبت فيها الانثى طب دكتور ايضا شو الاثر السلبية والسلوكي اللي بتظهر على الشخص المريض بعد اللجوء للسحرة والمشعوذين هو اصلا الشخص اللي اللجأ للسحر او المشعوذ هو يعاني من مشاعر غير مستقرة فبالتالي بتلاقيه اوهم نفسه او اللي حواليه اوهموه انه انت اكيد في عندك سحر او مس او جن فبروح بلجأ للمشعوذ والسحر الان حسب الالية اللي بتعاطى او اللي بتعامل فيها السحر ممكن يزيد المشكلة تفاقما يعني واحد عنده قلق نفسي واحد عنده رهاب من موقف معين واحد عنده مشكلة مثلا جسدية نفسية او جنسية نفسية فبالجأ للسحر وعادة زي هيك انه والله متزوج وما صار بينه وبين زوجته اي اتصال اه والله مسحورين خنروح مثلا على المشعوذ فلان او الساحر حتى ما بيسموه مشعوذ بيسموه الشيخ خنروح نشوفه يقرأ عليك ببلش اه اوكي فبالتالي بتلاقي المشكلة بتتفاقم وبتسمع انه صار له سنتين وثلاثة عايش ومش مستفيد من هذا الموضوع الفترة الزمنية هاي بتلعب دور انه المرض النفسي او المشكلة النفسية بتتطور من قلق لاكتئاب لذهان لمحاولة انه يفكر ينتحر لانه خلص فقد الامل فبنجاوننا كثير ناس زي ما تحكي بعد سنة سنتين من هذا الموضوع وبنسوي معاهم يعني سواء العلاج الدوائي او العلاج السلوكي وفي نتائج مبهرة جدا جدا بس احنا بنستغرب او يعني بنلوم انه ليش لجأوا للمشعوذ او الساحر اول شي هلا اللي عنده مشاكل او مشاعر خلنحكي غير مستقرة زي ما حكيتلك الغريق بتعلق بقشة يعني بحاول اي حدا بس ساعدوني فبتلاقي الضغط من الاسرة انه تعال خلينا ناخذك عالشيخ الفلان او الساحر الفلاني فبروح او والله مطعوم او فيه سحر خلينا نعطيه مثلا الدول فلاني او نعطيه الشيء الفلاني هاد مرة عمرة وبتعرف فيه بعض او فيه كثير المشعوذين هالحركات البهلوانية خيط معقد وخيط مش عارف ايش ويفكينا العقدة فبوهموه بعملوله يعني زي اشي احنا عنا بالطب النفسي اسمه زراعة افكار thought insertion حط في باله افكار فبمشي هو بصير يعتقد بعديها انه انا فعلا مسحور انا فعلا في عندي سحر وفي مس وبكتشف بعدين انه بعد وقت من الزمن انه انه المشكلة بتتفاقم وما في حل فبلجأ للطبيب النفسي وكثير زي ما حكيت لك رجأونا ناس زي هيك وخلنا نحكي بدون مبالغة تمانين في المية حالات شفيت تماما ورجعت لنمط حياتها السليم هو انا اكبر دليل انه هاي المشكلة نفسية وليست سحر ولمس بس دكتور انت ذكرت نقطة انه في مفهومنا العام او في يعني معتقداتنا العام انه بروح عند شيخ هلا فيه احنا عندنا الفرق هلا فيه الاشخاص بيكونوا حابين انهم يتعالجوا بفكرة انه ممكن انهم يشفوا من قراءة القرآن وهذا شيء يجوز ولكن الشيء اللي احنا حابين انه نوضحه اكتر انه فيه اشخاص بروحوا عند سحرة ومشعودين لعمل شيء يضر بالشخص الاخر هنا الفرق فانت شو رأيك بهذا الموضوع الان شوفي يعني الانسان اللي بيدور على يعني على اذية انسان اخر يعني انا في نظري هو انسان غير سوي يعني انت لما تلجأ لاشخاص عشان تأذي شخص معين في عندك مشاعر اللي هي الحقد والسودوية وهاي مشاعر سيئة جدا وهاي ممكن تأثر على حياتك بالمستقبل فبالتالي انت لازم تلجأ لشخص متخصص يخفف هاي المشاعر او يحاول يساعدك انك اتخفف الافكار السودوية اللي موجودة عندك الان انت لما تلجأ او شخصي يلجأ لأذية الناس انا في رأيي انه هو يعني ممكن يصنف مجرم يعني الاصل انه ما يكون يعني ما نحقد على البشر ولو صار الحقد ما نوصل بتفكيرنا للأذية للناس طبعا اللي بيحملوا هاي الافكار ممكن يكون عندهم امات سلوكية مريضة يعني او شخصيات مريضة اللي هي من ضمنها اكثر شخصية مريضة اللي احنا بنصادفها وبنشوف هاي الامور اللي هما الشخصية اللي تسمى اللي انتي سوشيال اللي هما الشخصية ضد اجتماعية وهي من الشخصيات المرضية اللي موجودة بالطب النفسي مرضية سلوكيا وليست يعني كمثلا لو راح عمل جريمة انه القانون بيع فيه لا سلوكيا هنا احنا هذول الناس بنفع معهم العلاج السلوكي غير اللي هي مشاعر الحقد ومشاعر الكراهية ومشاعر الاجرام ومشاعر الكذب ومشاعر المراوغة هنا يعني انا في رأيي انه اي شخص بحقد لدرجة انه يأذي المقابل او يفكر باي طريقة انه يأذي المقابله او الغريم وخلينا نحكي لازم يلجأ لمعالج سلوكي او طبيب نفسي يحاول يلاقي حلول لهاي المشاعر كيف يجمدها وكيف تخفه وكيف تصير هاي المشاعر ايجابية وكيف هذا السلوك تصير ايجابي يعني بدل ما اقذي هالغريمي ممكن باشياء معينة اخليه اعتذر لي اخليه صلح الخطأ اللي اقترفه بحقي اذا ايلي حق عنده يطينية وليس العنف والاجرام هو الحل زي ما احنا شايفين يعني المجتمعات اللي حولينا يعني العنف والاجرام ما حل مشكلة ما حل مشاكلهم فبالتالي مش حل مش حل المشاعر الحقد والاجرام ليس حلا لأي مشكلة صحيح دكتور خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع لادات ملت موضوعنا ارجعنا لكم من جديد ونرجع منكمل موضوعنا ونرجع من رحل فيك دكتور مرة ثانية دكتور قبل ما نطلع فاصل قنا عم نحكي عن الاشخاص اللي بيلجأوا لهذا الاشي لحل مشاكلهم فيه اشخاص بيكونوا بيلجأوا لهذا الشي لعمل مضرة بالشخص الاخر هلأ فيه ايضا نساء بيعتقدوا انه بيقدروا يلجأوا لهذا الاشي لتفرقة بين زوجين ايضا شو المشكلة اللي بتكون عند هاي الانثى لتلجأ لهذا نحكي الحل او المضرة بنفسها ومضرة بغيرها نعم نعم يعني احنا يعني اكثر اشي بيخلي مثلا طرف خارجي يحاول يفرق بين طرفين متفقين هي مشاعر الحسد والغل والحقد انه انا يعني مش يعني ايش هو الحسد الحسد انه تتمنى نعمة الغير مع التمنى انها تتزول عندهم فانا شايف اثنين متفقين فانا بتمنى اني افرقهم وبتمنى اني اكون سعيد زيهم وبنفس الوقت بتمنى هالسعادة هاي ما تضل بينهم فبالتالي بيلجأوا لا لا طبعا هاي اللي بيفكر زي هيك هذا يعني شخص يعني في رأيي شيطاني يعني فيه اشخاص بيحكوا انه هالشخص مريض نفسي مريض اي يعني مريض مشاعري يعني ممكن مورس عليه ابن طفولته العنف الجسدي العنف الاسري العنف اللفظي العنف الجنسي فبالتالي ولدت مشاعر عنده سلبية تجاه الناس بدأ يحقد على الناس بدأ يحقد على ان مش مرتاح لما يشوف اثنين من سجمين مع بعض بدأ ما يعمل صداقات او صعب مش قادر يعمل صداقات او علاقات زوجية او 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 بسبب انه افكاره السودوية اللي اللي مورست عليه من الصغر ونشأ عليها فهونا احنا يعني بنحاول انخفف وطئ هاي الافكار وبنحاول نعمل زي تغيير ولو بسيط في مشاعره في افكاره حتى يرجع يمارس حياته بالشكل الطبيعي الانسان اللي زي هيك بحسد او بحقد هذا مش انسان سوي ولا هو قادر يمارس حياته بالشكل الطبيعي فاحنا بنحاول نرجعه للسلوك الصحيح اضف الى انه زي بنرجع لنفس القصة انه اللي بلجأ للساحر وبلجأ يعني عنده ضعف الوازع الدين طب يا اخي احنا بنحكي بالسحر والدين وبيجينا ناس بيجي بقولك دكتور انت بتآمن بالسحر اه بآمن فيه طيب ايش هو السحر ما بعرف ما بعرف شو كيفيته ولا في حدا على يعني بيقدر يعطينا انه والله هذا مثلا اعراض سحر واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا اكيد اعراض سحر في بعض السحر والمشاوذين بيعملوا اشياء يعني عن جد بتخلي الواحد يخرج عن الدين نعم نعم هم بوهم يعني بتخلي شخص اللي بيلجأ له يطلع عن الدين بلطه شخص مؤمن بالله اللي بروح للساحر اصلا هو شخص ضعيف بيئة ضعيفة او ارض خصبة لزرع افكار سلبية لو لجأ مش بس للساحر لاي حدا ممكن يحط فيه فكرة هو اصلا ضعيف او خلينا نحكي مهزوز فبالتالي لو اجأ اي حدا بالشارع او اي حدا وقال له هذا والله ممكن يفيدك لو حكاله كلمتين ممكن يغير طريق التفكيره فهو بلجأ للساحر والساحر عارف الشخص اللي قدامه قديش هو ضعيف فبيزرع افكار سلبية وسوداوية في داخله في داخل هذا المريض وبيبدأ يشتغل بناء عليها يعني بيجي مثلا بيقول له اه والله في مثلا معمول لك سحر في المكان الفلاني ولازم يتسوى كذا وبيكلفك كذا ولازم نعمل ضعيف هو لو اجأ قال له بكلفك كذا واحنا راح نسوى بيقوله خذ بس خلصني من هالموضوع وبوهم وبعد فترين والله اه والله هيو السحر وهيش انه مع انه ممكن يكون هوم سويه بالبيت الساحر عرفت عليه فهو شخص مهزوز اللي بيجأ للساحر ويستغل في ايضا من الحالات اللي احنا بنواجهها يعني احنا صرنا مش احنا مش الشخص بروح له عند الساحر صار الساحر يجيلي يعني في كتير مواقف انه بنشوف انه بيكون واحد ماشي بيجي واحد بيوقف وانت معمول لك كذا وطلع له خيط وبصير فيك بالعج يعني شريحة من الناس او السحر عارفين كيف يستغلوا الناس عارفين كيف يستغلوا الناس بيجي على علي مثلا او عليك او علي هلا اذا لقي يجاء يعني ببلش يفتح الموضوع اذا لقي منك او مني اقبال بيبلش يحكي افكار واشياء غريبة وعجيبة وممكن تصيب وممكن ما تصيب اما اذا الشخص اللي امامه صده خلص يعني هما بمهدوا الابتزاز المادي اولا واخرا انه يبتزوك ماديا فاذا نيقي الشخص اللي قدامه متجاوب معه متجانس معه بظل يمارس الافكار العجيبة وبالتالي بيجي بالاخير بيقول لك انا راح عمل كذا بس بشرط تعطيني كذا فانت بشوقك هذا الموضوع وممكن حكى شغلات ممكن تكون صحيحة صارت في حياتك بينما المجمل خاطئ فانت او كشخص مثلا متردد اه والله بتعطيه هالفلوس وخلينا نشوف هالموضوع لكن اللي بيصده من اول مرة خلص ما بيرجع له ولا بيرجع بيحكي معه فهو الموضوع هو الساحر بيحاول يبتز الشخص اللي امامه ماديا اولا واخرا والشخص اللي امامه هو اللي بيعطيه هاي الفرصة بس هاي كل الفكرة بالسحر والمشعودين اللي موجودين اللي بيجعوا لهم الناس دكتور هلا في بعض السحرة هاي المشعودين بيستخدموا مواد ممكن تكون هالمواد مواد خطيرة شو اثر هاي المواد المضرة اللي ممكن تنعكس سلبيا على صحة الشخص المريض انا يعني بصراحة انا صار لي حوالي عشرين خمسة وعشرين سنة بالمجال الطبي شفت ثلاث حالات من وراء ادوية السحرة صار عندهم فشل بالكبد واثنين منهم ماتوا واحد منهم نفر يعني عاش ايش تركيبة هاي المواد لا نعلم بصراحة لانه اشي مش علمي ولا مدروس وما بنعرف ايش بحطه يعني واكثرهم يعني بيجوا بيعطينهم كابسولات ومشعر يعني واشياء زي هيك هلا هاي المواد يعني لو كانت مثلا اعشاب فيه تركيز معينة مسموحة تدخل جسم الانسان اذا زادت عن التركيز ممكن تسوي مشاكل عضوية اذا كانت مواد اخرى ما بنعرف اشي ممكن استخدموها انواع من المخدرات انواع من هاي برضو بتأثر على جسم الانسان فانا بحكيلك يعني في كثير صادفنا حالات وزملة كمان صادفوا حالات من ورا السحرة ومن وراها انه حالات وصلت فيها الوفاء بسبب المواد اللي تعطوها من عند السحرة هذول الناس ما بيخافوا الله فممكن يعطيك اي دواء ممكن يعطيك اي اشي بغض النظر يعني ناس ما عندهم لا وازع ديني الساحر ولا عنده وازع اخلاقي اللي يجي يعني حماشي بدي يعطيه شغلة مثلا بديه اللي عنده وازع اخلاقي نوعا ما او وازع ديني حرام بلاش نضر هالبشر ومش عارف ايش بينما هو ما عنده هذا الوازع هممكن يعطيك اي اشي بغض النظر ينجح او ما ينجح معاك او يموت من وراه ما ما بتفرد معه فصفى انه مضرتهم اكثر من نفع دكتور ايضا في بعض الاشخاص اللي بيلجأوا لهذا الشيء لتفرقة اشخاص او لمسلا احنا نحكي مثلا النساء نحكي بالعامية مثل فيه نساء بيروحوا عند هاي الاشخاص مثلا بتكون بدا تخلي جوزها يحبها اكتر فهذا الساحر او المشعور بيعطيها طرق مضرة مثل اشياء يعني نحكي انه بتلجأ لاشياء انه تخلي يشرب شي مش صحي في كتير اوصص لنسمعها بانه هذا مسئي او بيكون مشربته اشي يعني اشياء مثل اشياء نجاسة وهكذا هاي ممكن تضرع عليه جسديا وبتخلي عنده امراض احنا زي ما حكينا انه الشخص اللي بيلجأ للشاء للساحر ضعيف ومهزوز وممكن لو الساحر حكاله اعمل ايش ما يعمل رح يعمل يعني بتحس انه هذا الشخص المهزوز مغيب عن العقل مغيب عن المنطق فبالتالي بيعمل اي شيء يعني زرع فيه فكرة خاطئة وبالتالي انا بدأ اتصرف بالفكرة اللي زرعت في بالي بغض النظر عن المقييس وعن ايش طب اجتك حالات دكتور انه شخص ذهب لمشعود لمضرة احد يعني لعمل سحر عادة يعني ممكن صادفت واحد او اثنين لكن اللي اكثر اللي الناس اللي راحوا على السحرة واوهموهم السحرة انه عندك سحر او مس عن طريق حركات بهلوانية فيه اشخاص بيقول لك مثلا انت معمول لك سحر مرمي بالبحر فيه اشخاص بيقول لك معمول لك سحر مرمي بقبر او بمقبرة هاي الاشخاص يعني عن جد بيصير هو عنده خيال انه ما راح يشفى اه نعم الان شوفي احنا قبل ما نحكم على الشخص او انا كشخص قبل ما احكم على حالي او انه انا مسعور او لا يعني الانسان بس شوي يفكر بمنطقية مثلا انا بدرس في جامعة ورسبت اول سنة وثاني سنة وهذا الشائع بين الناس او متزوج اول مرة طلق وثاني مرة طلق او بيشتغل بشغل وترك الشغل واشتغل شغل ثاني وترك الشغل او فتع مصلحه وما نجح يفكر واحد شوي بمنطقية ايش الاشياء السلبية اللي انا مارستها بفترة الدراسة او الزواج او اللي خلت هالمشروع ما ينجح او هالشيء ما ينجح يفشل رح نلاقي اسباب مادية رح نلاقي اسباب ملموسة لكن الانسان بطبعه عنده شيء بسيكولوجيته انه الرفض يعني ما بيقبل يحكي عن حاله انه انا فشلت في هذا الموضوع للاسباب التالية فبيلجأ لقصة السحر وانه هذا ملموس وانه مسحور وللأسف الكلتر او الناس اللي حواليه يعني هي عاداته تقليل بيساعدوه نعم بيساعدوه انه هاي الفكرة تتثبت في رأسه بينما كثير احنا منشوف حاله نقوله تعالي الزواج الاول فشل ليش كيف كان كذا كذا بنلاقي سبب الزواج الثاني فشل ليش بنلاقي سبب فاصبح هو هو المسبب او هو العنصر الاساسي بفشل زواجه بسبب سلوكه او مفاهيمه القاطعة مشروعك التجاري ليش فشل اول مرة وثاني مرة وثالث مرة لانه الاسباب التالي واحد اتنين ثلاثة ااربعة ممكن هو كل ما اعتقد انه محتوط لسحر على عتبة المشروع هم بيجو هيك بيجو هيك والله معمول لسحر والله اه اه شربتني افلانة مية وكان فيها كذا وبالتالي انا من يوميتها ما شوفت خير او فيه اشخاص بس انا بقولوا لك انه انا اه عم بشوف الشخص المسلا بشوف زوجتهي انه هي عبارة عن شخص اه يعني كتير بشع وكتير يعني بشوفها سودة وهي مثلا تكون حلوة احنا منسمع بمجتمعنا هاي الالفاظ انه نحن نشوفها بشعة وسودة ليش بشوفها بشعة وسودة ومش حلوة لانه ما في مشاعر تجاهها ما في مشاعر ما في مشاعر ود وحب ومش متفاهمين ويمكن اخذها غصبا عنه ويمكن فرضت عليه ويمكن ويمكن احنا مثلا بمجتمعاتنا وباحديثنا منسمع يعني مثلا انه هناك شخص قال اذا بكون في خيط على جاكيته مثلا انه بشوف اه اه مرته مثلا بشعة او اذا كان معاه مثلا اه اشياء كتير انا برجع وبحكي يرجع الانسان يكون منطقي هل معقول انه خيط يخرب بين اسره يا جماعة هل معقول انه شوية ملح على الباب تخرب حياة اسره ما هونا بيسير اللي هو زرح الافكار الخاطئة بالتالي الاسره هاي بتسد تتصرف بنائنا عن الافكار الخاطئة انت والله لو حطيتي هالملحات قدام بيت جارتك والله بكرا رح يتطلقوا ايه وين المنطق بهذا الموضوع وين المنطق انت والله او انت لو سويت كذا لجوزك رح يصير يحبك اصلا ما بيحبك لو عملتله ويش ما عملتله ويش بدي يصير يحبك عرفت عليه ففي اشي منطقي لازم الواحد يفكر فيه وشوي يعني يحك راسه هيك ويصير يفكر يحسب اه والله هل الكلام هذا صحيح ولا انه انا لاني متعبان ومهزوز داخليا مستعد استقبل اي فكرة بتوصل لي وهذا اللي بصير وهذا اللي بصير بكل مجتمعاتنا اشخاص مهزوزين يستغلوا من اشخاص اخر اللي هم المشاعوذين والسحر طب برأيك دكتور هل زادت نسبة هاي الاشخاص عندنا بمجتمعاتنا ام قلت نسبة الاشخاص اللي يلجأوا للسحراء والمشاعوذين زاد وعينا الثقافي ام قل شوفي لانه السحراء والمشاعوذين والناس اللي بلجأوا لهم بطريقة سرية تامة صعب نلاقي احصائيات وارقام واضحة وداتا ونقيس عليها لكن احنا اللي بنشوفه انه صار فيه وعي نوعا ما بمجتمعاتنا اللي هو تجاه الطب النفسي والعلاج السلوكي والاشياء هاي صارت الناس تشتغل بطريقة علمية او تفكر بطريقة علمية وانا بلجأ للطبيب نوعا ما انا ما انجحت فكرة الساحر ومشاعوذ مرفوضة لكن ما بنقدر نقيس يعني احنا هل انه صار خفت العادي هاي او لا صعب لانه زي ما حكيت لك ما في داتا ما في معلومات واضحة بسبب سرية بهذا الموضوع لكن كل فترة لفترة يبني اسمع انه الساحر فلان مسك وقبضت عليه الاجهزة الامنية وهذا اشي يبشر بخير يعني عرفت عليه لكن دائما هناك في خوف من ابلغ عن ساحر او في خوف او لماذا القضاء دايما ما بياخد بمثلا هناك اشخاص بيكونوا مؤذيين جدا ما بلتجهوا للقضاء انهم يشكوا على ساحر او يشكوا على مشاعوذ لانه بيحسوا انه هناك شوي في تجاهل لا اول شي احنا يعني اول حاجة احنا يعني معظم شعوبنا تخجل مش بس الخجل شعوب طيبة بسيطة يعني خلينا نحكي فيعني لو تأذى واحد من ساحر او اشي المجمل يش بده يقول حسبي الله عليه وخلاص ما بدنا نسوي مشاكل اللي هو عدم الاكتراث انه عدم الاكتراث وهذا خاطئ لازم تبلغ عنه لانه زي ما انت وقعت ضحية له رح يوقع فلان وعلان ورح يصير عنده ضحايا كثير رقم واحد رقم اثنين بخجل يحكي عن تجربته مع الساحر فضيحة فضيحة انه سوى هيك وعمل هيك وهذا فبتصير فضيحة فبتالي بيحب يضبضب على هذا الموضوع رقم ثلاث الخوف بيخاف يبلغ عن الساحر في ناس لانه خايف حتى لو الساحر انسجن ينضر منه او انه لو قانونيا او بيعتقد انه ممكن يؤذيه بيه نعم لانه احنا بحكيلك فيه افكار مش منطقية بنسترسل فيها انه والله الساحر هذا لو بلغنا عنه رح يؤذينا ورح يؤذي اهلي ورح يؤذي مش عارف مين ورح كيف بدو يؤذيك هو ما نفعك كيف بدو يؤذيك عرفت علي وزي ما اتفضلتي الشريحة الكبيرة من اللي بيروح عند السحر ومش عابدين نساء وبتحاول تخلي الموضوع سري لانه لو عرف زوجها لو عرف اخوها لو عرف جارتها لو عرفت امها اصلا المجتمع ممكن ينظر اليها نظرة يعني اول اشي يحتقرها يعني سوري يعني زوجها لو عرف ممكن يقولها يلا عند اهلك فبتحاول تتحافظ على الكيان الاسري تبعها وبتحاول خلاص طب دكتورك كطبيب نفسي من وجهة نظرك كيف ترى شخصية المشعود يعني انت عمرك يعني حللت شخصية المشعود تحليل تقيق قال المشعودين يعني عبارة عن يعني بشكل عام كلهم سايكوباثيين يعني عبارة عن نمط شخصية مراوخ كاذب مشروع مجرم بحق الناس وبحق نفسه ممكن يكون مطلوب للجهات قضائية بالدولة على جرائم اخرى فهو يعني نمط شخصية بنسميها ضد اجتماعي يعني بين قوسين ازعر ما عنده قلب ممكن انسان يعني يسعى خالي من الاحاسيس مش خالي من الاحاسيس انسان بحاول يلبي رغباته سواء اللي هي المادية او الجنسية او اي رغبة بس هو انسان خطير مجرم بالمجتمع ولازم يحاسد بالقانون ولازم الناس تفهم لهذا الموضوع انه هذا انسان خطير ولازم يبلغ عنه لانه هذا مجرم 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 بحق المجتمع وبحق الناس وبحق نفسه فهم عبارة عن اشخاص مجرمين طيب ايضا دكتور احنا من الحالات اللي منواجهها حالات الحسد وانت ذكرت قبل قليل انه تعريف الحسد هو تمني زوال نعمة الغير بقصد يعني هلأ فيه اشخاص بكونوا قصدين انهم يتمنوا زوال نعمة غيره وممكن لانه ما بيقدر انه تكون عنده مثلها هلأ احنا كتير منلاحظ انه فيه منسمع بجلساتنا اليومية وبكتير اماكن انه مثلا والله انا محسودة عم بيصير عندي صداع هاي مش مرض هذا لأ هذا انا حسدت اليوم صار عندي صداع انا نزلت صورة على السوشال ميديا صار عندي مشكلة مثلا هاي كتير عم نسمعها في الاونة الاخيرة موضوع الحسد هو موضوع كبير واكيد لازم تكون له حلقات عديدة بس باختصار بيرأيكين شو الفرق بين الحسد والشعوذة والسحر الان الحسد موضوع اخر زي ما حكينا انه انا بتمنى زوال نعمة الغير هلا انا كشخص بتمنى زوال نعمة الغير انا بنيتي اني يتأذى هذا الشخص فبالتالي هون صفة مفهوم الحسد اوكي لكن انا مشيت والله جم شخص ولابس قميص حلو مثلا فاقولي يا الله هالقميص ما احلى اذا كانت نيتي انه انه هالشخص او هالشيء هذا انه يزول فانا حاسد اما اذا لفت انتباهي انه والله جماله ومنظره الجميل بس يعني ومش ناوي انا انه فهذا يعني لا يصنف من ضمن الحسد انا في رأييه وهذا الموضوع لازم يعني اهل الدين يحكوا فيه للأسف انه برضو هاي المشكلة بنواجهها بالعيادات انه بيجيك الشخص بيجي بيقولك انا محسود طب يقي ايش علامات الحسد اللي طلعت عندك والله فجأة بصير عندي صداع بصير عندي خفقان بالقلب بحس حالي بدأ اموت وهيكا وبردخي جسمي يعني بلش يسرد العراضي هاي العراضي يعني بتكون مرضية ولكن بسبب انه هو المفهوم عنده طاغي على المنطق عنده يعني المفهوم مفهوم الحسد انه اي اشي بيصير زي هيك هاي من علامات الحسد من وين اجاه هذا المفهوم من المجتمع والله هي مثلا امه قالت له انت محسود لانه هاي الاشياء صارت معاك سمع عن يوتيوب انه اعراض الحسد واحد ثلاثة اربعة فبيجي بيفسر هاي الاشياء اللي بتصير معا انها حسد وهاي الاشياء هي اللي عاقته بعمله وصارت تأثر عليه بينما هاي الاشياء بالعلم انه لا بالعلم تصنف انها علامات قلق او علامات اكتئاب والدليل انه بياخد دوه وبتعالج وبصير كويس وبتختفي هاي الامور عرفت عليه فبنرجع لبرضو لمفاهيمنا الخاطئة ودائما بنحكي احنا بنآمن بوجود السحر وموجود الحسد لكن ما هي تهاي الاشياء غيبية ولا نعلم فيها ولا يوجد شيء واضح للناس وللبشر انه اذا صار عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا انت محسود او اذا صار عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا انت مسحور فلا نخلي المفهوم الخاطئ يطغى على المنطق وبالتالي بتلاقي تصرفاتنا كلها خاطئة وحياتنا كلها خاطئة ومشاكلنا بتصير اكثر واصعب للحل فدائما بنحكي للناس خليكم منطقيين ولجأوا للاشخاص الصحيحين او الطريقة الصحيحة ياخي بالسوشال ميديا الان العالم كله بتقدر عن طريق رسالة على الفيسبوك تسأل اذا هذا سحر عندك او مشكلة نفسية فالعالم الان مفتوح على بعضه وما فيه يعني مش عيب انك تسأل الطبيب او تزور الطبيب وتستشيره ياخي او مرحبا او 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 انا بسير معي واحدثين ثلاثة اربعة هل في اشي بالطب النفسي او او علاماتها شيء معين او او بفيدك الطبيب عرفت ايه ونتمنى انه لهالناس شوي تصلح مفاهيمها ولا تحط شماعة فشلها وشماعة اخفاقاتها بالحياة على السحر والمس والحسد صحيح منشكر وجودك معنا دكتور تامر المصري وكان حديث رائع وايضا كان موضوعنا اليوم مشوق شكرا لك شكرا لكم وشكرا لمشاهدينكم ان شاء الله انه نكون يعني اضفينا نوع من تصليح المفاهيم عند الناس وبرضو بنرجع بنحكي الهدف من كل هذا الموضوع انه نعيش حياة سلوكية نفسية سليمة حتى يطلع جيل متماسك جيل بناء جيل يساعد في 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 نهوض المجتمعات وما يكون عالي وجيل مخرب لمجتمعات نشكر وجودك مرة اخرى دكتور مشاهدين خلونا نطلع فاصل قصير وبنرجع لكم جديد وفي الختام مشاهدينا السحر هو عبارة عن وهم ومعتقدات خاطئة يجب الابتعاد عنها لهو بتكون خلصة حلقتنا لليوم بتمنى تكون نالت اعجابكم انتظرونا الاسبوع المقبل بمواضيع جديدة اشتركوا في القناة